نقش برنامج مع المغرب من واشنطن الذي يعده ويقدمه آدم إيرليا ديبلوماسي والمتحدث الأسبق باسم الخارجية الأمريكية نقش الأزمة بين المغرب وإسبانيا بسبب مواقف حكومة مدريد وفي حلقة الليلة الماضية أشارت جي دي جوردن المتحدث السابق باسم البينتاجون الأمريكي إلى أن إسبانيا ترغب في الاستفادة من الغاز الجزائري على ذكرك الجزائر هناك الكثير مما يمكن قراءته في العلاقة بين إسبانيا والجزائر على خلفية زيارة إبراهيم غالي لإسبانيا فالبعض يرى أن إسبانيا تطمع في الحصول على غاز الجزائر والبعض يقول أن إسبانيا أرادت أن توجه رسالة للمغرب فما هو تفسيرك؟ أعتقد بصحة ذلك فإسبانيا تعتمد على الجزائر في احتياجاتها من الغاز الطبيعي والجزائر إحدى الموردين الرئيسيين للغاز لإسبانيا أعتقد أيضا أن إسبانيا ترغب في اتخاذ موقف سياسي نحو أقصى اليسار وموقف إنساني يسمح لزعيم البوليساريو بتلقي رعاية الصحية وتظهر بذلك موقفا مناهضا للاستعمار وفي نفس الوقت تحتفظ إسبانيا بمستعمرتين في المغرب كيف يمكن انتهاج مثل ذلك الموقفين في آن واحد؟ ترجمة نانسي قنقر